تحية طيبة مشاهدين وأهلاً بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة زكروس نستهلها بأهم العنوين مؤسسة بارزان الخيرية تغيث متضرر السيول بمخيمات النمرود والسلمية في الموصل اجتماعات مكثفة بين البناء والإصلاح حول إكمال الكابينة الوزرية العامر يقول إنهم بانتظار الأدلة من الصدر على اتهامات بيع المناصب مشاورات الأطراف اليمنية في السويد تحرز تقدماً في الملفات الإنسانية والاقتصادية الداخلية الفرنسية تعلن السيطرة على الاحتجاجات أهلاً بكم مشاهدين والتفاصيل تشهد الموصل حالات غرق جماعية لأحياء المدينة بعد تزايد حدة الأمطار إذ وصل مستوى الماء في منازل ساكنها إلى قرابة المتر فيما لا تزال نداءات الاستغاثة تعالى لمد يد العوني لهم محمد طلال يوافينا بالتفاصيل لم تقتصر المعاناة هنا في الموصل على الإنسان فهذا الحيوان أيضاً يبدو حائراً ومتسائلاً إلى متى يبقى البعير على التل فتأتيه الإجابة هو لم يصعد بعد هذه المرة نحن في منطقة القوسيات شمالية الموصل حيث حدت الفيضانات في أعلى مستوياتها والله منطقة القوسيات كلما تمطر تغرق بالمي وأي مسؤول ما يصل هنا أي خدمات ماكو يعني لا خدمات بلدية لا خدمات شوارع كل خدمات ما أدنى صفر زين يوم أمس شنو اللي صار بيكم والله منسوب المي فد مرة أصعد يجينا مي من مناطق العالية يجي لهنا فد مرة أصعد منسوب المي البيوت الجو اللي قريبة على النهر كلها غرقت والله أغلب مناطق منطقة القوسيات يعني تعرضت لأكثر البيوت غرقت بالمي يعني شوف إحنا السعب المطر دورنا قتالي وكذلك دورنا أنه ننقض العوالي هنا في القوسيات أكثر البيوت السعب غرقانة أكثرها طلعت من بيوتها على مثلنا اللي عنده قرابة بالموصل اللي عنده عرف بالموصل يسكن عنده لأن المطار بعد ما يقدر يسكن في بيته بالقوسيات أكثر البيوت غرقت بدأت الناس تلوح لنا من أسطح المنازل ما أن وصلنا وهم يطلقون نداءات استغاثة بعد أن وصل مستوى الماء في منازلهم إلى قرابة المتر في حين هناك أناس علقوا في بيوت أقربائهم محاولين العودة لكن لا جدوى ليلة أمس كانت ليلة على ساكني هذه المنطقة التي اجتاحتها السيول والفيضانات تعذر دخولنا إلى حيث الطوفان لكن حناجر الأهالي جسدت لنا الواقع هناك بأدق تفاصيله طفنا البارحة هنا بحر صار هنا العوائل العوائل قاموا يحربون وهذه خبرنا على طفاء على الدفاع المدني جاءنا قذموا بالليل طلعوا على الطابق الثاني يظل درجتين يصل الطابق الثاني الماي هكا وخطي هذا ولا احنا شوف بقاوع هناك وصلنا لي حد البيض ذاك هاي الحدائق كلها طافت وانا أعيد ختمة هذا التقرير لاحظت الملل في عين الكاميرا وفي عين المشاهدين فالوضع المتكرر المأساوي لمدينة الموصل أدى إلى ذلك ليحضرني القول قد أسمعت لو ناديت حياً ولكن لا حياء لمن تنادي استجابة لنداءات الاستغاثات التي أطلقتها حكومة نينة والمحلية للرئيس بارزاني لمؤسسة بارزاني الخيرية المناشدات انطلقت صباحاً اليوم الأحد قوافل المساعدات لمخيم نمرود وهي تحمل آلاف السلات الغذائية وباشرت بتوزيعها على النزحين طالب عضو مجلس محافظة نينة وحسن السبعاوي الحكومة المركزية بتوفير تخصيصات مالية لإصلاح طريق موصل أربيل وقال السبعاوي في تصريح صحفي طريق موصل أربيل قطع بالكامل إثر التخسفات التي حدثت فيه بسبب الفيضانات والسيول الجارفة التي ضربت المدينة الأيام الماضية وأضاف أن الطريق بحاجة إلى تخصيصات مالية عاجلة لإصلاحه مبيناً أن المحافظة تحدث مع الجهات المختصة لتلبية هذا الطلب وتنفيذه بالكامل وأشار عضو مجلس نينوى إلى أن هناك العديد من الطرق تضررت بالكامل في نينوى منها في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وعدد من القرى أعقد مجلس النواب العراقي جلسته الاعتيادية مفتتحا جدول أعماله بتأجيل التصويت على تعديل النظام الداخلي والإبقاء على عمل اللجان النيابية ومناقشة ملف غرق مخيمات النزحين وسط غياب الملفات المهمة والخلافية من جدول أعماله التفاصيل مع أحمد فيلي الإبقاء على عمل اللجان النيابية برئاسة رئيس السنة أبرز ما جاء في جلسة مجلس النواب الاعتيادية التي تأخر عقدها لساعتين فوق الموعد بسبب عدم اكتمال النصاب القانونية عدم تسمية رئيس للجان ونائب ومقرر لها يأتي بسبب عدم اكتمال تسمية الكابينة الوزارية بحسب بعض النواب اللجان تعقد الآن تجتمع بأكبر أعضاء سنة ويوم تأكيد هذا المبدأ أنه تعقد رئاسات اللجان بأكبر أعضاء سنة لحين انتخاب رئيسا لتلك اللجنة سبب التأخير هو عدم استكمال الكابينة الوزارية هناك اتفاق داخل مجلس النواب على أن يكون رئيس اللجنة مغاير لحزب الوزير الذي يستوزر مثلا وزير الدفاع من مكون معين يجب أن يكون رئيس اللجنة من الدفاع من مكون آخر الجلسة التي حضرها 176 نائبا تضمنت أيضا مناقشة ملف غارق مخيمات النازحين بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والهجرة والمهجرين وممثل عن الحكومة تم طرح مقترحات عدة لإنهاء الأزمة أضرار التي تعرضت لها المخيمات بسبب الأمطار والفيضانات ولا زال المجلس مستمر بالاستضاح منهم وتقديم الأسئلة والغرض منه هو عدم تكرار مثل هذه الكوالث وقيام الجهات المختصة بواجبها هل سيتم تعويضهم مثلا من المتضررين؟ هناك مقترحات لساد النواب حول التعويض المادي هناك من يطالب بإنهاء ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم يعني مقترحات كثيرة وقد قرر مجلس وفي جلسة الاعتيادية التي غابت فيها الملفات الرئيسية وحضرت الملفات الثانوية تأجيل التصويت على تعديل النظام الداخلي إلى جلسة الأحدة التي من المفترض أن يستكمل فيها التصويت على إكمال الكابينة الوزارية وسط تواقعات بإمكانية تمرير أربع وزارات فقط من الثمانية المتبقية من بغداد أحمد فيلي زاكروس تيلي أكد النائب عن تحالف البناء محمد كريم أن اجتماعات مكثفة يتم عقدها بين البناء والإصلاح للوصول إلى نتيجة نهائية بشأن الكابينة الوزارية وقال كريم في تصريح صحفين المحادثات وفي حال وصلت إلى طريق مزدود فبالتأكيد هناك بودلة لكن أو لكل المرشحين للمناصب الوزارية الشاغيرة إذ ستظهر عندها أسماء جديدة تقدم للتصويت داخل البرلمان وأوضح كريم أن جلسة التصويت لن تكون كسابقاتها حيث سيكون البرلمان هو الفيصل في حسم الكابينة الوزارية في حال عدم التوصل إلى حل يرضي الجميع علق النائب عن تحالف سائرون مضفر إسماعيل على تصريحات الزعيم ائتلاف دولة القانون نوري الملكي بشأن عدم طرح بديل لمرشح وزارة الداخلية فالح الفياض مبينا أن التدخلات الخارجي أصبحت تؤثر بشكل كبير على المشهد السياسي وقال إسماعيل في تصريح صحفين رفض الفياض لا يخص كتلة معينة وإنما هذا رأي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي كانت إحدى شروطه أن تتولى شخصيات مستقلة غير سياسية وزارتي الدفاع والداخلية وعليه لا أحد يقبل أن يصادر رأي رئيس الوزراء وضاف أنه لا يمكن أن تفرض أو أن تفرض إرادة أي حزب أو كتلة سياسية فيما يخص شخصية الفياض وتوليه لمنصب وزارة الداخلية أكد نائب عن كتلة سائرون غايب العميريان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لا يمتلك أسماء بديلة عن فالح الفياض لتولي مهام وزارة الداخلية موكدا أن الفياض لا يمر وذكر العميري في تصريح صحفي أن النواب في الجلسة الماضية كانوا منقسمين بين إسقاط الفياض وإسقاط مرشح وزارة الدفاع لافتا إلى أن المشروع الإصلاحي يطالب بأشخاص أصحاب كفاءة ومهنيين وأردف العميري أن تصريح نور المالك خاطئ جدا وأن الإصرار على الفياض يسبب فتنة فهو مرفوض من الشارع العراقية أكد رئيس تحالف الفتح هذه العميري أنه تفاعل مع رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي تحدثت عن وجود بيع وشراء وزارات في تحالف الفتح وما زال ينتظر تسلم معلوماته بخصوصها وقال العميري في تصريح صحفي أن إطلاق الاتهامات جزافا غير مقبول ولا يمكن بناء الدولة بالضغط السياسي ولن نقبل بمحاولة فرض إرادات في ملاف تشكيل الحكومة وأضاف تفاجأنا بطرح رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وزراء عليهم ملاحظات وإشكالات في يوم التصويت على الحكومة وأشار العامر لأن المرجعية الدينية تأكدت إعطاء رئيس الوزراء الحرية في اختيار كابنته الوزرية ليتحمل هو المسؤولية كاملة وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعادة افتتاح شوارع المنطقة الخضراء بشكل تدريجي ابتداء من الاثنين المقبل ولمدة اسبوعين وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان الصحفين الأخير وتزامنا مع الاحتفال بيوم النصر العراقي على تنظيم دعش الإرهابي وجه بافتتاح تدريجي لشوارع المنطقة الخضراء مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون اعتبارا من يوم الاثنين المقبل من الساعة الخامسة مساء لغاية الساعة العاشرة مساء ولمدة اسبوعين يتم خلالها تقييم التجربة والتوسع فيها بما يضمن راحة المواطنين أكد ناشطون من البصرة أن التظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة والأيام التي سابقتها لن تتوقف هذه المرة حيث بدأت بالاتساع وتشمل أو ستشمل عموم المحافظة وبيّن الناشط علي التميم في تصريحه لصحيفة العربي الجديد أن حالة من الغليان الشعبي تتصاعد وأن القوات الأمنية والحكومة لن تستطيع منعنا من ممارسة حقنا في التعبير عن غضبنا التقرير الآتي مشاهدين فيه التفاصيل سيل من الوعود والقرارات أطلقتها الحكومة السابقة كانت في ظاهرها استجابة لمطالب المتظاهرين وخاصة في البصرة وباطنها على ما ثبت لاحقا امتصاص النقمة والتسويف لحين انقضاء أجل الحكومة ونهاية الصيف الأهب رهنت حكومة العباد بحسب المراقبين وحتى الناشطين على أن التغيير المناخي وتحسن وضع الماء والكهرباء سيسحب المتظاهرين إلى بيوتهم وهذا ما حصل بالفعل بعد أن ترأى تحسن بفعل انحسار موجة الحر وتحسن وضع المياه بفعل غزارة الأمطار لكن هذا لم يطفئ جذوة الاحتجاجات نهائيا فبدت قبيلة للاشتعال في أي وقت جاءت حكومة عبد المهدي وانعقد البرلمان الذي ألغى بقانون جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال بما فيها الوعود التي أطلقها العباد عن درجات وظيفية وإطلاقات مالية كبيرة وتحسن للخدمات فيما بدت حكومة عبد العبد المهدي أقل كفاءة في مواجهتها لأسباب موضوعية وذاتية من بينها عدم اكتمالها فضلاً عما سبق شهدت المحافظة موجة مطاردات واعتقالات واغتيالات للناشطين فيما بدأ أنها ردة فعل لبعض الأحزاب المتنفذة على ما قام به المتظاهرون من إحراق للمقرات هذا ما يؤكده الناشطون والمراقبون لكن آخرين لا يستبعدون ضلوع أياد خارجية في الموضوع التظاهرات التي اتسعى نطاقها في اليومين الماضيين وخاصة الجمعة وتأكيدات الناشطين على استمراريتها والترجيحات بامتدادها إلى محافظات مجاورة كما جاء في بيانات لتنسيقيات عديدة تشكل تحدياً جديداً أمام حكومة عبد المهدي تضاف إلى مجموعة تحديات التي هي بحاجة أصلاً إلى مواجهة واقعية وحلول حقيقية حاسمة تظاهر العشرات من العاملين بشرطة العقود في شركة نفط الجنوب الأحد وسط البصرة للمطالبة بتثبيتهم وقالت مصادر إن العشرات من شرطة العقود في شركة نفط الجنوب تظاهروا أمام مقر الشركة وسط البصرة للمطالبة بالتثبيت وأضاف أن المحتجين هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح في حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم محملين وزارتي الداخلية والنفط مسؤولية استمرار معاناتهم وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع العراق بقيمة 72 مليون يورو من أجل دعم جهود الاستقرار في البلاد وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن مدير مديرية التنمية والتعاون لمناطق آسيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط والخليج ببير إمليات وقعت اتفاقية مع وزير المالية العراقي فؤاد حسين تمثل حزمة مساعدات تنموية تبلغ في مجملها 72 مليون يورو وأضافنا الاتفاقية ستسهم في تطوير الخدمات وتحسين الإصلاحات في مجالات الطاقة مبينا أن الاتفاقية تمثل الدعم الملموس الذي يقدم الاتحاد الأوروبي لخطط التنمية في العراق جمعية ضحايا القصف الكيميائي أصدرت بيانا وتطالب فيه بتنفيذ القوانين الصادرة من مجلس النواب الخاصة بتعويض المتضررين من ممارسات النظام العراقي السابق في إقليم كوردستان في البيان الصادر من جمعية ضحايا القصف الكيميائي لمدينة حلبشة طالبنا ممثلين في المجلس النواب العراقي بالضغط على الحكومة الاتحادية لتنفيذ القوانين الصادرة من المجلس النواب العراقي والمحكمة العليا للجنيات في العراق في عام 2009 و2010 بشأن تعويض المتضررين إثر سياسات النظام البائد وتعويض المتضررين من القصف الكيميائي على مدينة حلبشة وسائر المتضررين من سياسات القمع التي مارسها النظام ضد الشعب الكردي ومن الأسف أن هذه القوانين لم يعمل بها في تعويض المتضررين إلا في ملفي الدجيل والانتفاض الشعبانية والحكومة الاتحادية لم تنفذ هذه القوانين في تعويض ضحايا سياسات النظام البائد في إقليم كوردستان نطالب ممثلين في الحكومة الاتحادية والمجلس النواب بالضغط على الحكومة الاتحادية في تعويض المتضررين من ممارسات النظام البائد وتنفيذ القرارات الصادرة في هذا الشأن وبعكس ذلك نلجأ إلى المحكمة الاتحادية ونسجل دعوة على الحكومة الاتحادية لتقصيرها وتباطئها بحق المتضررين بحث وفد من وزارة شهداء أو شؤون الشهداء والمؤنفلين في إقليم كوردستان مؤخرا مع مؤسسة الشهداء العراقية في بغداد آلية تطبيق قرار البرلمان العراقي لقم 26 لعام 2018 الخاص بحقوق وامتيازات الشهداء والمؤنفلين تطرق معالي وزير الشهداء والمؤنفلين خلال مؤتمر الصحفي إلى جهود وزارة شهداء والمؤنفلين لتنفيذ قرار مجلس النواب العراقي رقم 26 لسنة 2018 الخاصة بحقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين وجهود اللجنة المشكلة في وزارة شهداء والمؤنفلين وزيارتهم الأخيرة لمؤسسة الشهداء وعقد اجتماع خاص باللجنة المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس وزراء العراقي وأشار خلال المؤتمر إلى ما توصى بها هذه اللجنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث كان قد تم تحديث 30 يوما لعمل اللجنة وسوف يتم رفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم يتم تفعيل بنود هذه المذكرة تنصر المذكرة إلى توسيع مؤسسة الشهداء في العراق لتضم كافة فئات من السجناء السياسيين وشهداء وضحايا والمعوقين الخاصة وكما شكر معالي جهود اللجنة ورئيسة اللجنة وأكد حدث الوزارة على رفع خدمات الخاصة بالشهداء من خلال توحيد التعليمات والسياسات المالية مع الحكومة الاعتحادية أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى التقصير الذي صار في السابق خلال حكومات السابقة في العراق حيث تم تشكيل لجنة لتحديد أضرار الناجمة عن السياسات المتبعة ضد الشعب العراقي حيث لم يتم تنفيذ ما وصى بها اللجنة وحكومة أقليم كردستان وطلباتها في الحكومة الاتحادية من قبل الحكومات السابقة أقيم في دي هوك مؤتمر علمي بين مديرية الصحة في دي هوك بمشاركة الإدعاء العام للحديث عن التشريعات الصحية وتحريك الدعاوى المتعلقة بالصحة لحماية المريض والطبيب وتقديمهما لمجلس النواب العراقي كمسودات قانون التقرير الآتي وضح لنا التفاصيل الواقع الصحي في دي هوك على طاولة المشتركة بين دائرة الصحة والادعاء العام في المحافظة في ندوة تنظمها جامعة نوروز للوقوف على التشريعات القانونية التي باتت تحتاج إلى تعديل لعدم ملاءمتها مع الوضع المستقبلي المطلوب لإصلاح المنظومة الصحية ما استلزم إعادة النظر في هذه التشريعات القانونية المنظمة مواكبة مع معايير منظمة الصحة العالمية إجراء الندوات على هذه القوانين مهمة جداً يعني بعض هذه القوانين يرادلها متابعة ومراجعة جديدة بحيث أن بعض القوانين لا تنسجم مع الواقع الحالي وبحاجة إلى مراجعة نحن أمام إشكالية كبيرة تعلق بالصحة والإشكاليات الصحية التي ظهرت الفترة الأخيرة في إقليم كردستان فنريد أن نلقي نظرة أو ضوء على أسباب هذه الإشكاليات وكيف يمكن أن نعالج هذه الإشكاليات من خلال مجموعة من الأبحاث العلمية التي شارك بها مجموعة من الأساتذة من داخل الجامعة وخارج الجامعة التوصيات التي تخرج بها هذه الندوة التي جمعت أطباء وقانونيين هي مسودات قوانين يتم رفعها إلى الجهات المعنية تشريعيا من أجل النظر في إمكانية تطبيقها بالعمل مع الجهات الأخرى ذات العلاقة على تهيئة أرضية لتطبيقها إحدى أهم مخرجات هذا المؤتمر القانوني الصحي هي إصدار أو اقتراح تشريعات قانونية صحية تحمي المريض وطبيب على حد السواب لخالق بيئة صحية قانونية غسان قدرزان قرس تيفي دهوك مباحثات السلام حول اليمن في السويد لليوم الثالث على التوالي برعاية الأمم المتحدة وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين وقال ممثل الحوثيين عبدالله حجلان وعبد المجيد حناش إن المشاورات بين الطرفين أحرزت تقدما واضحا فيما يتعلق بالملفين الاقتصادي والإنساني وخاصة فيما يتعلق بملف الأسرة آملين بتقديم رؤية مشتركة من قبل الطرفين حول فتح مطار صنعاء لتغليب المصلحة الوطنية اليوم الثالث من المشاورات نبدي إيجابية في كافة الملفات وبالدرجة الأساسية في الملفين الإنساني والاقتصادي حتى الآن لم يبدي الطرف الآخر أي تجاول تجاه هذه الملفات نأمل من الطرف الآخر أن يتخلص من الضغوط الأمريكية والسعودية الواضح حتى الآن أنهم لا يمتلكوا أي قرار حدث تقدم خلال اليومين الماضيين بدرجة أساسية فيما يتعلق بالملف الإنساني فيما يتعلق بالملف الأسرة يوم أمس واليوم هناك نجياش مستضيط فيما يتعلق بفتح مطار صنعاء وبإذن الله مع صباح يوم الغد سيكون هناك نتائج إيجابية فيما يتعلق برؤية متكاملة حول فتح مطار صنعاء برغم تعنت الطرف الآخر إلا أننا نبدي إيجابية ونقدم عدة رؤى وحلول للتوصل مع الطرف الآخر نغلب المصلحة الوطنية العليا لدينا حرص على التخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية لأبناء شعبنا ما جئنا من أجله في حقيقة الوضع هو أننا نريد أن نناقش الأهم المواضع وهو أن نضع إطار للملف السياسي والأمني هذا الملف السياسي والأمني إذا وضعه على الطاولة معناته أننا نتوقع أن تنتهي المعركة أن توقف الحرب هذا هو الهدف الرئيسي وهذه هي مهمتنا الرئيسية نريد أن نوقف العدوان عن شعبنا المظلوم تبدأ اليوم الأحد أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج التاسعة والثلاثين في العاصمة السعودية الرياض برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وتبحث الجلسات عددا من الموضوعات الهامة في مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية كما سينظر القادة في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزرية المختصة والأمانة العامة ويبحث مجلس التعاون أيضا أخرى التطورات السياسية والإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر هذه صور حية مشاهدين الأكارم وهذه الطائرة هبطت في مطار السعودية على متنها الوفود التي ستشارك في قمة مجلس التعاون الخليجي التاسعة والثلاثين التي انطلقت اليوم الأحد في السعودية برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز هذه القمة ستبحث عدة مواضيع منها التطورات السياسية والإقليمية والدولية وكذلك الأمنية في المنطقة هذه الطائرة من مملكة البحرين هذه القمة مخصصة لدول الخليج وهي التاسعة والثلاثين وتبحث تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية وإلى إيران اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ضريف الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل المنطقة إلى مستودع بارود مليء بالأسلحة المدمرة الأمر الذي أدى إلى انتقالها إلى يد تنظيمات إرهابية مثل داعش والقاعدة وقال ضريف أن الولايات المتحدة باعت دول المنطقة أسلحة أكثر من احتياجاتها معتبرا ذلك دليل على خطورة السياسة التي تنتيجها واشنطن في المنطقة وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد اجتماع لرؤساء برلمانات عدة دول في العاصمة طهران تحت عنوان مكافحة الإرهاب والتطرف أعلن الناطق الرسمي باسم القوات الدولية يونيفيل أندريا تنتي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ القوات الدولية أنه وجد نفقا آخر جنوب الخط الأزرق على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وأضاف في تصريح صحفي نشرت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية أنه بالتعاون مع الأطراف المعنية سيزور فريق من اليونيفيل الموقع في أقرب فرصة ممكنة للتحقق من الوقاع وكان الجيش الإسرائيلي قد أشر في وقت سابق إلى اكتشاف نفق هجومي جديد يمتد أسفل الحدود مع لبنان وهو ثاني نفق يتعلق أو تعلن تل أبي باكتشافه منذ الثلاثة الماضية وإلى فرنسا أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانياء السيطرة على مظاهرات السترة الصفراء التي اندلعت في جميع أرجاء البلاد جاء ذلك في مؤتمر صحفي لكاستانياء برفقة رئيس الوزراء إدوارد فيليب وقال كاستانياء الوضع في البلاد تحت السيطرة حتى لو ظلت هناك بعض نقاط التوتر في باريس وبعض المقاطعات وأضاف أن القوات الفرنسية تمكنت من السيطرة على الاحتجاجات بعد توقيفها 1385 متظاهرا في أنحاء البلاد تم وضع 974 منهم قيد الاحتجاز الاحتياطي وأضاف السياقي ذاته لفت كاستانياء إلى مشاركة 125 ألف شخص في مظاهرات السبت بينهم 10 ألاف في العاصمة باريس استضافت مدينة أربيل معرض بعنوان قلب وفن بهدف تقديم مشاريع صغيرة تقودها النساء وأصحاب المشاريع الشباب إلى المشترين المحلين والدولين المعرض ضم مشتركين من مختلف القوميات بمحافظات العراق وإقليم كردستان سلي العصام معها التفاصيل بهدف تقديم مشاريع صغيرة تقودها النساء وأصحاب المشاريع الشباب إلى المشترين المحليين والدوليين أقيم معرض هارت أند آرت في مدينة أربيل الخاص بالأشغال اليدوية لرائدات أعمال من النساء وشباب الناشئة في بيع المنتجات اليدوية ذو النوعية الراقية أنا اليوم مشاركة بلوحاتي ومساوي طبع لاين تي شيرتات طبعا طبعتها بالإمارات وجبتها هنانا هي طبعة لوحاتي على تي شيرتات الحمد لله يعني كان لها صد كل جميل وطبعا دا أدخل بالديكور هماتين دا أرسم على قطاع الأثاث وأضيفها كقطع يعني تزين الصالات والمنازل بطريقة فنية جميلة المعرض اليوم في المعرض راقي وجميل والحلو بي أن المنظمات بنات وإحنا داعمين لهم بهذا الموضوع أنه جئنا وشاركنا وياهم إحنا اليوم مشاركين بالأعمال اليدوية من ضمنها أزياء فلكلورمال العراق وأزياء موديل أنا شغلتي أنه أصمم أزياء ومهتم هوايا بالأزياء فلكلورمالتنا مع العراق خاصة الأزياء سهلنا وكلها موجودة وياي وكلها اشتغلتها بالطريقة القديمة التي كانوا قبل يطرزوها ويخيطوها المعرض ضم مشاركين من مختلف القوميات من محافظات العراق وإقليم كردستان خاصة المحافظات المتضررة جراء سيطرة داعش لبناء قناة تسويق أقوى لهم وزيادة دخلهم والحفاظ عليه معرض هارت ان ارت قلب وفن هدف الأساسي هو تمكين المرأة والشباب الهدف الثاني من المعرض هو الوعي عن دور المرأة كمرأة منتجة ومرأة هي جزء من المجتمع ومعيلة لعائلتها المشاريع المشاركة ويانا مشاريع يأما إلها دور في تمكين المرأة أو تدعم تمكين المرأة فقولها دور في تغيير المجتمع إذا شفتوا المنتجات اللي عدناها كلها منتجات محلية مصنوعة بأيادة عراقية كلها مستوحاض من تاريخ الحضارات العراقية وبنفس الوقت هي منتجات ذو معايير عالية تطابق المواصفات العالمية طبعا عدنا من جميع القوميات عدنا نساء نازحات من الموصل عدنا يزيديات عدنا مسيحيات من سهل نينوى عدنا مسلمين ومسيحيين وكل أطياف والأديان والثقافات التنوع هو اللي خلق هذا الشي الجميل اللي بين عدنا اليوم مشاركة بهذا العمل وتحديت كل شي وإحنا بالحمدانية يعني ما تقدر المرأة يعني تسوي مشروعها الخاص ويعني صعبة شوية يعني إذا ما تكون موظفة ما تقدر تسوي هالشغلات فساني تحديت هالشي وحبيت هالفن حسيت هالفن وانطيت كل طاقتي به مرض يهدف إلى تجيع النساء وأصحاب المشاريع من الشباب الاعتماد على أنفسهم لبناء مشاريعهم الخاصة مشاهدين الأكارم وصلنا إلى ختم نشرتنا ولكن هذا تذكير بأبرز عنوينها مؤسسة بارزان الخيرية تغيث متضرري السيول بمخيمات النمرود والسلامية في الموصل اجتماعات مكثفة بين البناء والإصلاح حول إكمال الكامينة الوزرية العامر يقول إنهم بانتظار الأدلة من الصدر على اتهامات بيع المناصر مشاورات الأطراف اليمنية في السويد تحرز تقدماً في الملفات الإنسانية والاقتصادية الداخلية الفرنسية تعلن السيطرة على الاحتجاجات وتوقيف 1300 متظاهر إلى هنا مشاهدنا الأكرم وصلنا إلى ختم نشرتنا الإخبارية من قناة زاكروز القضائي لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت زاكروزينيوز دوت نيت إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر